أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان لسا مكملين مع حضراتكم ومتابعتنا لآخر أخبار السلع وتوافر السلع داخل الأسواق دلوقتي نروح لزملتنا لمياء حمدين مراسل صباح الخير يا مصر موجودة في أحد منافذ صرف السلع الأساسية لمياء صباح الخير عليك وكل سنة وانتي طيبة رمضان كريم صباح الخير عليك يا دير صباح الخير عليك أحمد وعلى كل سادة المشاهدين في كل مكان وكل سنة وكل الناس طيبين بالمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم الحقيقة أن أجهزة الدولة على كافة المستويات بتتابع بشكل كبير جدا مراعاة ظروف المواطن المصري وبتقدم كل السلع الغذائية والتموينية سواء الأساسية أو غير الأساسية بكافة المنافذ الخاصة بها لو كلمنا مثلا على محافظة الجيزة فيها ست معارض أهلا رمضان فيها أكتر من 300 سيارة متنقلة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتضخ فيها كافة السلع الأساسية والغذائية بأسعار تنفسية للسيطرة على جشع التجار أو ارتفاع الأسعار في السلاسل الخاصة أو المحل الخاصة بشكل كبير بالضخ كمية كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار تنفسية بتبتدي من 95 جنيه الكيلو اللحمة والفراخ وكافة الطيور متوفرة في كافة المنافذ كمان منافذ وطنية منتشرة في كافة المحافظات يعني عدد كبير جدا من الفروع الموجودة في محافظات الجمهورية مزيد من التفاصيل ينضم إليها سيد خالد فكري رئيس قطاع المخازن بنرحب أحدك يا فاندي ممكن بس تتقرب شوية وخلينا نتكلم عن المخزون الاستراتيجي في المخازن وخصوصا أنا حضرتك مسؤول عن عدد كبير جدا من المحافظات تماما وساعتك الأول مبدئين كل سنة والشعب المصري والأمة العربية كلها بخير بمناسبة حلول رمضان الكريم هي بالنسبة للمخزون الاستراتيجي عندنا موجود لمدة تدجاوز الثلاث شهور في جميع الأصلاف وجميع السلع موجودة بقطرة ما فيش أي مشاكل فيها ومنأكد على 27 صنف بتوع المنظومة الثامنية متوفرين بأسعار تدجاوز ندافذية بتتراوح التخفضات بتاعتها من 20% لـ 30% ده بالإضافة للسلع اللي هي موجودة ومرتبطة بالشهر الكريم زي اليميش أمر الدين جول الهند وده بعد الزمن كمان مع نهارده أو أول إبريل بدء صرف المنظومة التمويلية الجديدة سيما حضرتك شايفها المغزن وراي ده إحدى المخازر اللي موجودة في الشركة البصرية اللي هو فيها حوالي 200 فرع جملة بيخدموها حوالي 700 فرع ده تجلئة وملحق لها بالإضافة إلى الشوادر اللي الشركة اشتركت فيها بعد ده 34 شاكر شادر بالإضافة كمان إلى العربات اللي هي السيارات المتلقلة اللي بتدخل لكل مكان موجود في الجمهورية النجوع والكفور اللي ما فيهاش المنافذ التمويلية ده بالإضافة كمان إن الشركة القبضة عاملة نظام الكوبونات بتتراوح قيمتها من 20 و50 و100 جنيه أي واحد بيقع مع الكوبونات ده بيدخل على أي شادر أو فرع من عندنا بيقدر يسر بيه الاتحاجة اللي هو عهيزة منها أشكرك في نهاية اللقاء شكرا جزيلا أستاذ خالد فكري وزي ما تبعتي معنا هديير وأحمد يعني نتكلم على إن السلع الغذائية الأساسية أو حتى غير الأساسية متوفرة في كافة المنافذ التابعة لأجهزة الدولة سواء وزارة التمويل والتجارة الداخلية الغرفة التجارية وبعض الشركات اللي هي بتتعاون مع الدولة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية المختلفة لتوصلها للمواطن بشكل كويس أو منتج جيد وبسعر مناسب إليك هديير شكرا لك لمياء بنشكرك والشكرا أيضا لموصول لضيفك الكريم